السلام عليكم ورحمة الله رحب بحضراتكم طبعا قبل توقف الدراسة كنا نلتقينا كذا مرة واتفقنا على عدة حاجات بس نؤكد عليها بالنسبة لطلبة الفرقة الاولى ماجستير الاحصى مادة نظرياتها كنا نتكلم في هذا الفصل الدراسي على التوزيعات الاحتمالية المتصلة واتفقنا ان في موضوعات أسية لازم انت كطالب في قسم الاحصى وخاصة في مادة نظريات الاحصى تكون ملمة بها لكي تجدي التعامل مع التوزيعات الاحتمالية المتصلة هذه الموضوعات طبعا القاعد الأسية للتفاضل والتكامل والتفاضل الجزئي والتكامل بالتجزئة والتكامل بالتعويض والتكامل السنائي طبعا الكلام ده المفروض انت تكون ملمة به وعلى ما اعتقد انت درسته في مادة الرياضة المتقدمة باية الموضوعات المفروض تلم بها المتسلسلات والخصائص دلت جاما وخصائص دلت بيتا طبعا دول علشان تكون عارفهم لازم تكون عرفت التكامل بالتجزئة والتكامل بالتعويض وفي بعض الخصائص الرياضية لبعض الدول برضو هتفيدك لازم تكون عرفة زي خصائص الدل التربعية او التكعبية او اللغارتمية او القصية او دلة المقلوب وغيرها يعني دول انا بذكر لك الاشهر يعني بالنسبة للتوزيعات اللي احنا اتفقنا ان احنا هنتناولها بيتا كان اول حاجة اليونيفورم ديستربيوشن توزيع المنتظم وغاما ديستربيوشن مع واحد برامتر و او برامتر ايه توزيع بيتا بالشكلين بتوعه type 1 and type 2 بيتا ديستربيوشن الاكسبنينشال ديستربيوشن كاي سكوير ديستربيوشن والنورمال ديستربيوشن طبعا قبل التوزيع الطبيعي فيه علاقة بتربط بين توزيع جاما وكل من توزيع كاتر بيع وتوزيع القصي لابد انك تكون عارفة بعد ما هنخلص التوزيعات دي المفروض نبقى عارفين تحويل المتغيرات لان هذا ضروري جدا فيه متغير واحد ومتغيرين وكتطبيق عليهم فيه توزيع تي تي ديستربيوشن ده المنهج اللي احنا اتفقنا عليه وكان فيه تكليف لكل مجموعة تعمل حاجات محددة طبعا نؤكد ان كل توزيع احتمالي مطلوب معرفة شكل كثافة دلة دلة كثافة الاحتمال البرامتر 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 ممكن تكون متغيرة يعني مرة مثلا التوزيع جاما ممكن تكون سيتا ممكن اي دلة اخرى بحيث تعرف تعمل لأي دلة او تعمل إنتجريشن يبقى سهل يعني ما تحطش نفسك ان البرامتر بتاعت التوزيع لازم تبقى اسمها سيتا ممكن تبقى اسمها لمضة ممكن اي رمزة اخر المهم انت عارف الشكل العام بتاع التوزيع يبقى لازم دل كسافة الاحتمال وطبعا نسبة انها بتساوي السمميشن بتاع البروبيلتس بتاعها equal one من اول المادة لغاية اخر المادة الحاجة التانية في اي توزيع لازم تبقى عارفين الوسط الحسابي والتباين والانحراف المعياري طبعا هو المفروض كمان الالتواء والتفلطح ولكن لان لا اسخل عليكم نحن لا نتكلم فيهم او قلتلكم اعافيكم منهم ولكن لابد انتوا تكونوا ملمين بها بعد كده لان ان شاء الله في الفرقة التانية هيبقى مطالب منكم ثالثة حاجة الدلة المولدة للعزوم والدلة المميزة انتوا تحديد في المراجع المراجع قلنا عليها من المراجع العربي وهو مراجع عربي دكتورة محمد عبد منا وهو مراجع مراجعين باللغة الانجليزية يمكن أن تبراكس على مراجبات حجة وكاريتش هنا مجموعة من التدريبات تحل عليها وعلى قال لكي تعرف طريقة الأسئلة وطريقة التواصل طبعا عن طريق الإيميل الأكاديمي خالد الغندور at bus.asu.edu.ag وإن شاء الله لو الجمعة توفر أي وسيلة للتواصل الأخرى ستبقى التواصل بتاعنا لو هناك أي مشكلة في الإيميل الأكاديمي أو طريقة التواصل العادية كان نقوم بعمل جروب قبل كده على الوقت يبقى ده نقدر نتواصل عليه لو تعذرت الوسائل التي توفرها شكرا شكرا